السلام عليكم موضوعنا اليوم شن الكاميرا لاستخدمها للتصوير اليوتيوب هذا هو الموضوع وشلون تربط على التليفون مثل ما شفته بالعنوان والصورة المصغرة اخوان بصراحة انا ليس سويت هذا الفيديو لان اعرف هواي ناس رح تبحث عن هذا الموضوع لان انا من اشتريت الكاميرا وردت اربطها على التليفون تعبت هواي اللي عرفت شلون اربطها على التليفون عن طريق فيديو اجنبي قلت العرب ليش ما مسوي نهيج فيديو بصراحة هو سهل حيل بس ليش ما حد متطرق له ما اعرف خلي شوفكم الكاميرا وشوفكم ما راح تشيلكم شغلات صعبة وهذا شغلات سهلة وحلوة وان شاء الله اتفيدكم طبعا الكاميرا بيها شاشتين اسمها اوزمو اكشن هاي الكاميرا تصور 4K 60 اطار بالثانية وبيها تصوير بطيء اللي هسه رح يطلع قدامكم هنا اللي انا مصورها بالثلج وبيها تصوير سريع يسموه تايم لابس هذا التصوير يسموه تايم لابس تقدر تصور طول الطريق بسرعة معينة يعني ان شاء الله الفكرة وابحة راح اهم اخلي لكم فيديو الشنو يعني تايم لابس هاي الكاميرا تشتغل وشغلها وطريقة تستخدامها حيل حيل سهل اول ما تضغطها هيتش اشتغلت الكاميرا من اشتغلت الكاميرا مجرد تضغط ضغطين هنا لا 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 المهم خلي نرجع او تضغط ضغطين هنا سوء بسرعة هيتش تحولت لالشاشة الامامية او ترجع مرة ثانية تحولت للشاشة الخلفية او تضغطها مستمر من هاي الدقمة تضغط مستمر راح تتحول للشاشة الامامية هاي شوف تحولت للشاشة الامامية تقدر ترجحها منه وبيها اوامر صوتية وبيها هواء شغلات حلوة يعني الامر الصوتية مالتها يعني تقدر تشغلها وتطفيها وتضطيها اعازات بالقوابر صوتية. الفيديو مالتها عدسة واسعة تقدر تستفاد من عدها كل شو هاي. طبعا هاي الكاميرا ضد المي 11 متر جو المي تقدر تستخدمها ما عندك اي مشكلة. بصراحة اني استخدمتها وحبيتها حيل. ليش لمبيها مثبت يعني انت من تمشي تركض او باتشي. الفيديو يطلع ثابت حيل. يعني تفيد جماعة الفلوغات حيل. ليش? لان بها شاشة امامية وعدسة حلوة. وحجمها مثل ما تشوفون صغير حيل. اه شي ينطقوا اياها? ينطقوا وتقدر تستخدمها. هيت شي. وعدك هنا اذني. اذني هذا الجزء هذا انت تشتري. بس هذا الجزء الفوق يطلع اياها. طبعا اياها اكسسوارات مثل تحويله لمايك. انا طلابت واحدة ان شاء الله راح تجيني على مو دا اقدر استخدم هذا المايك عليها. لان هاي الفترة الراحت كلها استخدم المايك مالتها. والمايك مالتها ترازين. بس اذا ات طالع وصور برا وهوى المايك مالتها ما راح يساعدك. يعني صوت الهوى يطلع واضح. هس الموضوع الاهم شلون نربطها على التليفون? طبعا راح احبها. ليش? لان شاشتها اه كلش واضحة. والسي دي ما تطلعه بسرعة يعني ما تطبع ولا اي شيء. مثل شاشات سامسونج. لان عندي تليفون سامسونج شاشة موتة طبعت صار بها اكثر من اللون. وهذا الشي كرهت بالجهاز حيل. هس راح نفتح الجهاز. واكو اكو اه برنامج اسمه دي جي اي ميمو. تقدر تخليه على التليفون. وتقدر تربط التليفون من خلاله. شلون نربط الكاميرا بالتليفون? على موضة اذا اكثر راح نسحبها للفيسبوك او فيديوهات لليوتيوب او الى اخره. مجرد تشغل الكاميرا. تشغل الكاميرا هيج. هلا خليها خلينا نزلها شوية بعد. خلينا هنا. شغلنا الكاميرا هيج. هوب هوب هوب. شغلنا هيج. نجي للمتصف احمالتها. هس نشوف هنا. ايش سوى. دز رمز. دز رمز. من هذا هذا. هيجي لك هذا الرمز نفسه. انت تضغط. اول بداية تضغط هنا. انه بتضغط هنا. اه هس اشتغل. هس ش نشوف. مثل ما نشوف. كانك التليفون. سنشوف هيجي. كانك التليفون. على شنو. على الكاميرا. فانت هاي ش تفيدك. تفيدك مثلا تريد تنقل صورة او مقطع فيديو. بس تضغط هنا. راح يطلع عن مقاطع الفيديو اللي انت امصورها بالكاميرا. بس طبعا هذا التليفون اللي ان قديم يتأخر. شوف هذا الفيديو اللي قبل شوي صورته. فباختصار شباب. اه شلون نربط الكاميرا على التليفون اول بداية. لازم ش تسوي. هس اخلي نطفيه بعد. نفصلة. طبعا ما راح ينشلع قلبه اللي رجحها على هذاك الجهاز. لانه بصراحة دوخة. لازم تروح للإعدادات. تروح للإعدادات. وتروح للواي فاي. يعني هي شوي بصراحة دوخة. فانت لازم تطول بالك. تروح اذا كانت اوتو تخليها على الثانية. هسان راح ارجحها اوتو لان راح استخدم هذا الجهاز. على مود ترجع تكنك بسرعة. وتشغل بالتليفون مالتك بلوتوث و واي فاي. على مود يطيك الرموز اللي شوفتكم اياهن. او تقدر تكنك على الكاميرا بسرعة. فتقدر تستخدمها هس عادي. تقدر تصور بنفسها كمين. هس راح اخليكم الفيديو من جهتين يطلق. س راح نشوفكم من الصورة احلى. دوست تسجيل منها فيديو. منها احلى. هسا الكاميرا جاي تصور والتليفون جاي تصور. راح اخلي لكم. الشاشة مقسمة بالنص على مود تعرفون من التصويرة احلى. الكاميرا للتليفون. اه بصراحة هاي الشغلة مال ربط الكاميرا على التليفون شوية صعبة. وتتأخر وتشلع القلب. بس اه تحاول تشغل بلوتوث. راح تطلع لك اه تشغل بلوتوث وتشغل واي فايل. وتشغل بلوتوث و واي فايل. وتخرج من الجهاز من البرنامج وترجع تشغله. راح تضبط الشغلة وياك. وتقدر تكنك الموبايل. على السيارة. بكل سهولة. اخوان شفنا الفيديو. وعجبكم ان شاء الله. اللي ما مشتركين بالقناة تشتركوهم بالقناة. وتجايين من خاصية البحث تنون على هاي الشغلة. لازم تشتركوهم بالقناة. الجوزة هواي من عدكم. اه يسأل. يقول. هذا اليوتيوب. وانت جاي تسوي فيديو وتنشر باليوتيوب. بيها ارباح ما بيها ارباح. وبصراحة هواي ناس تجي تسأني اريد اسوي قناة باليوتيوب او اريدك تدعمني. او الى اخر. معقولة ارباح ايه حبيبي. معقولة ارباح بالعراق ما انا اخر فيديو سويته اللي هو فيديو الجيب والشارجر والسور انتو. خلينا سوف نرى كيف يوجد مشاهدات. تسعة وخمسين الف مشاهدة يعني قريب ستين الف مشاهدة. راح اشوفكم ارباح هذا الفيديو على مود. على مود اللي جاي لليوتيوب يفكر انه اليوتيوب بفلوس اذا مشاهدينك من العراق لا حبيبي انت غلطان. اذا يجوك مشاهدين من غير دول دولارين وستة وثلاثين سنت. هس راح تطلع الصورة قدامكم. او تطلع راح اسجلها تسجيل على مود. خاف واحد يقول هاي الصورة انت مسويها فوتوشوب لو اشي ما شاء الله عندنا ثقة ماكو. المهم راح اسجلكم اياها تسجيل وخليكم مقطع فيديو صغير ويا الفيديو. فانت اذا جاي لليوتيوب ومشاهدينك من العراق او انت عراقي ومشاهدينك من العراق وجاي تسوي فيديو لليوتيوب حبيبي انسه ماكو ارباح. اذا تسوي فيديووات مثل مثلا خلي شوفكم. مثل فيديووات صامتة مثل هذا رجل غابة اللي يسوي فيديووات عن هايشي. طبعا هي اهم من رادلها هي حلقة واحدة نحتي بها. رجل غابة يصنع منزل. هذا وين هاي. خلي شوفكم اياه. كلكم شايفي هذا. هذا اللي يسوي بيت ومعارف شي يسوي وهذا الامور ويحفر ومسلخ على اساس هدوم ما عنده. سبب هذا مصور احترافي. يعني هذا يجيب الكاميرا اكثر من مكان ويصور تصوير سريع ويصور من هاي الزاوية ومن هاي الزاوية. وعنده انترنت وعنده يوتيوب وينشر ويعرف يعني ذكي يعرف هذه الفيديووات راح يشوفوها من كل دول العالم. ويشوفوها الاطفال قبل الكبار. و الى اخره. فهاي الفيديووات اول شي تجيب فلوس. ليش لان من كل دول العالم دي يشوفوها. تجيب مشاهدات تجيب يعني شغلات خيالية. الفيديو يتأخر بي اكثر من اسبوع حفور ويجيب معدات لد ما لكم علاقة بهاي القزمة اللي يطلع يحفر بها. لا. اكو معدات اكثر من هاي. خلاش? او يظل سطلتين ثلاث ومين قلهم. اي فهيج فيديووات اذا عندك امكانية تسوي هيج فيديووات صامتة اضرب لكم مثال طبعا. قناتك راح تنجح راح تجيب لك فلوس. بس اذا توجه القناة للعراقيين القناة ما راح تجيب فلوس. ومو بس هاي. فيسبوك سووا ارباح بس من سووا ارباح الفيسبوك العراق ما مشمول. ما عرف ليش العراق ما مشمول بالارباح يعني خاصية الربحة الفيسبوك. اذا انت عراقي ما تشتغل. الانتساب للقناة. اكوفت شي اسمي الانتساب للقناة. هذا الانتساب للقناة. اذا انت عراقي قناتك ما تقدر تفعل بها الانتساب للقناة. الانتساب للقناة هو تقدر تحصح الفلوس من من قناتك عن طريق المتابعين. يعني المتابع من يشترك يمك وارديаться للقناة لازم يدفع خمسة دولار اللي يصير منتسب للقناة. مقابل هالخمسة دولار. تعليق ماله راح يتغير. يصير يعني مميزات على التعليق ماله وليه خوش. بس هو من المستفيد ابل قناة لاندا يجي دعم امن المتابعين. اخوان لهنا خلاص الفيديو. ان شاء الله عجبكم. اخوكم حسن المسيباوي في ماله.